مين هنا الجهات المسؤولة عن تنفيذ التوصيات حاجة بتقول الموضوع ممكن يكون أكبر من موضوع مية يكون عندي وزارات تانية معنية بالضبط يعني مين بقى الجهات اللي هي مسؤولة عن تنفيذ التوصيات وإلى أي مدى نكحة برضو أن هي تنفذ على أرض الواقع وحدك بيبقى فيه عندنا لجنة وطنية مشكلة من كذا وزارة وزارة الموارد مية والرأي وزارة الإسكان وزارة الصحة وزارة الكهرباء والطاقة وزارة البيئة باللجنة دي ممثلة وزارياً ولا من ينوب عن السيدة الوزاراء لا بالإنابة حالياً لكنها في الآخر هي بتصب أن كل الوزارات دي بتتعاون وكلها بتدلي بدلوها في الموضوع يعني بحس أن احنا الصورة متكاملة يعني الحمد لله بعد إبداء الأراء يعني حضرتك كوزارة أبدأت رأيي أنا كوزارة أبدأت رأيي بعد كده المجموعة ده بيروح فين ومين بياخد بقى قرار بالتطبيق؟ هو وحدك الغرض الأساسي بتاعها أن احنا نعمل مشروعات مشتركة بين الدول الإسلامية ونبحث لها عن تمويل وفيه مثلاً جهة من جهات التمويل الرئاسية البنك الإسلامي للتنمية هو الجهة الوحيدة المشاركة كتمويل؟ لا فيه كل الدول الإسلامية الغنية والسنديق الإسلامية وكلام ده كلها بتعتار جهات تمويل بس أنا أتكلم أن ده أشهر الجهة الإسلامية في التمويل بنك الإسلامي للتنمية متخصص للموضوع ده فأنا قصدي ده من الاجتماعات دي كلها بتبتدي تبحث إيه؟ الخطة التنفيذية للرؤية دي أي ما أساساً نحن نعرف الناس الدول المحتاجة إيه؟ والدول الثانية اللي قادرة تعمل تعمل إيه؟ يعني هنفرض دولة أفريقية مثلاً ومعندهاش المية الشرب أو المية الشرب أو بيجي لها المطر في لحظات معينة وبيختفي بعد كده فبتحتاج أن هو تدوء أقبار وتطلع عماية عشان تشرب فالحتة دي ممكن مش عندهم الخبرة دي وعندنا احنا الخبرة دي نقضي هنا يبدأ يكون التعاون بقى المشترك فده التعاون ممكن لمشترك ويبتدي يتعمل به زي مخترح لمشروعات ويتعرض على الجهة دي من خلال الاجتماعات الوزرية دي دي هتدي أولوية للمشروعات اللي زي دي هم حيقيموا المشروعات دي ولقوها كويسة فده الخطة التنفيذية اللي احنا بتكلمي احنا ماشيين فيها دلوقتي احنا واقفين بس عند نقطة التمويل ما يكونش متاح لأي حد يعمل أي حاجة لما يجي يعمل أي مشروع بالزبط احنا يهمينا التقنين ان ما يكونش فيه مشروعات تضرب بدول تانية يعني ما يجيش على واحد يعمل مشروع يكون بيدور بغد دولة أخرى لازم يكون الموضوع كله مدروس وما فيهوش أثار سلبية طيب احنا ايه تحدياتنا البرزة بقى دكتور خالد حاجة بتقول لما بيكون مؤتمر مثلا موجود في مصر احنا بنركز على القضايا اللي هي بتهمينا في المقام الأول تمام احنا بقى لو حبينا نجمل بقى البرزة حديات بنسبانا هنتكلم في ايه احنا في عندنا الشيء الرئيسي اللي بيهم مصر دلوقتي طبعا الموارد المائية بتاعتنا المحدودة احنا يعني زي ما قلت حضرت كده احنا كنا مثلا عشرين مليون سنة حاجة وخمسين لما كنا عملنا وقعنا لتفايل حد ده حصتنا دلوقتي احنا متجوزين للميت مليون احنا دلوقتي بقى هنا خمس أضعاف ونفس الحصة هي فطبيعي جدا احنا ما فيش حل قدامنا غير ان احنا نعيد استخدام المية بتاعت الصرف او الصرف الصحي وكلام ده مش عندنا احنا بس في الدنيا كلها فالكلام ده احنا بنبحث فيه عن تقنيات احدث تقنيات فيه ودرجة المصداقية فيها ودرجة النتائج انها تكون ايجابية فيها فدي جزئية تهمنا بخلاف طبعا حماية المصادر نفسها حماية المصدر المائي نفسه ان هو اتحافظ عليه ما يحصلش فيه اي حاجة تانية بحيث ان انا اتفضل الكميات اللي انا معتمد عليها اتفضل بجيلي زي ما هي او غيرها فدي ضمن جزئية مهمة بالنسبة لنا